بانون المدافعة تمام كده الاهلي عايز يعود حجم الغيبات اللي في الدفاع انتك محمود وتولي مش موجود وعندك رامي ربيعة مش موجود وعندك ياسر ابراهيم كان مصاب وهو رجع يعني عندك اصابات كتيرة جدا ومشاكل ضخمة جدا 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 في خط الدفاع بالذات يعني فانت محتاج لأهلي قرر انه هو يجيب تلات لعيبة في خط الدفاع عشان يعود بقى غياب رامي ربيعة دائم ويعود غياب محمود متولي ويعود ان ياسر ابراهيم كان مصاب وبرجع ومصاب وبرجع وكده يعني فقالك انه هيجيب بدر بانون اللي هو بتاع المغرب ده المرشح الاول لقيادة الدفاع الاهلاوي وبكهم اللي هو مدافع الوادي داجلة الوادي داجلة في العقد بينه من النادي الاهلي لما اتباع باربع مليون اتكتب انه هو يستحق الاهلي هياخده تاني اتباع بتمانية مليون يرجع بضعف الفلوس فقاله يعني 16 مليون تقريبا حاجة كده يعني احمد رمضان بيكهم اللي هو المدافع بتاع وادي داجلة وحيرجع محمد عبد المنعم اللي هو السردباك اللي صعد من ناشئيني النادي الاهلي الشباب ليه سموح فحيرجع تاني للنادي الاهل يبقى سموحها كده الاهلي بياخد يعني هو عارل نصر مهر وعارل محمد عبد المنعم وعنده صلاح محصن وعنده لعبة كتير من نادي الاهل والباكرايت بتاعه حتى كريم مش فاكر اسمه كريم ايه فكل دول من نادي الاهلي فبيرجع منه نصر مهر اعتقد حيرجع وفق الكلام بقى بتاع محمد ابراهيم وكمان محمد عبد المنعم السردباك بتاع سموح وفيه كلام برضو انه لسه بيفكر في قسامة جلال يعني مجتبا الاهلي شارة 3-4 متفعين السنة دي وراجب بكار لسه في الصورة يعني اخوتي باركم مع ازمته في بنامز دي لسه في الصورة انه ممكن يروح النادي الاهلي لكن الشغل الشاغل دلوقتي في النادي الاهلي هو مكان او موقع سردباك اللي هو المدافع وسط الدفاع